بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام كثيرا إلى مدين وبعد أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في موضوع جديد هذا الموضوع يتعلق بتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم أو منهج السنة النبوية في التعامل مع الغضب وذكرت سابقا في الحلقات أن السنة النبوية اجتملت على كل ما فيه نفع للإنسان من التوجيهات سواء كان في دنياه أو أخرى أو في علاقته الاجتماعية أو ضي لذلك فهي حقيقة الشاملة يعني منهج حياة متكامل الغضب الغضب هو حالة أنفعالية حادة توثيرها مواقف معينة إذن هي حالة تطرأ على الإنسان كردة فعل لموقف معين والناس مختلفون في أسباب الغضب فهناك من يرضبه أبسط الأشياء قد يكون يعني مزاجه عصبي وهذه طبعا خلق يستطيع الإنسان أن يتضلب عليه لأن الأخلاق تنقسم إلى قسمين أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة فيمكن الإنسان أن يشعر بأنه سريع الغضب فيحاول أن يفكر في هذا الأمر ويستطيع أن يتضلب عليه بإذن الله هناك غضب ناتج عن حالة نفسية طارئة يعني قد يكون موقف معين طارئ يعني ترتب عليه بعض يعني الغضب وهذا له طريقة المعالجة والأول أيضا يستطيع الإنسان أن يعالجه إذن أيضا يعني الأسباب مختلفة أسباب الغضب مختلفة كذلك أيضا ردة الفعل من الناس مختلفة أحيانا بعض الناس يمتص الغضب وأحيانا يكون رده بعض الناس يكون رده متوسط وأحيانا بعض الناس يكون رده عنيف بل أحيانا يكون أعنف من المسببات الغضب نفسه لأنه يكون يتصرف تصرف لا يساوي الغضب نفسه لا يساوي السبب الغضب إذن يعني الغضب كما ذكرت هذه هي طريقته يعني حالة أنفعالية الناس تختلف فهناك من طبعه الغضب ويستطيع أن يتظلب على هذا هناك غضب ناتج عن حادث معين وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علاج الأمرين الأمر الأول أن الإنسان إنما التحلم إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم يعني بمعنى أن الإنسان يستطيع أنه يتحلم ممكن أن يكون صبورا الأمر الثاني هناك يعني وسائل أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم للتعامل معها لنتظلب على هذا الغضب هناك سؤال يعني إذا تعرض الإنسان للغضب وهو حالة نفسية طبيعية يعني الناس كلهم يضبون حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضب لكنه لا يتجاوز مثلا يعني الحدود ولا يعني يسب أحد ولا يشتم لكنه كان يتضير وجهه يرى الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فما هي الوسائل التي تساعدنا على السيطرة على الغضب أول قضية وضوح الهدف يعني لا بد أن يكون الهدف الذي بسببه يعني يعني رضبت لا بد أن نعرف لماذا رضبت على ولدي ما هو السبب وما هو يعني وماذا أريد منه لماذا رضبت على ابنتك ماذا تريدنا منها لماذا رضبت على زوجتك لماذا رضبت على زوجك يعني هذه الحياة يعني لا بد أن نفكر في الهدف هل الهدف يعني يستحق يعني كل يعني هذه ثورة الغضب ولذلك هناك نماذج من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ترشدنا إلى هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها في يوم وحد بعد يوم وحد يوم وحد الرسول صلى الله عليه وسلم شج في رأسه وكسرت رباعيته واستشهد سبعون من أصحابه منهم عمه حمزة إذن هذا يوم في ضاية جدة سألته عائشة هل مر عليك يوم أشد من هذا اليوم قال إي والله نعم وكما قال صلى الله عليه وسلم طبعا نذكر معنى يعني الحديث الحديث البخاري مسلم صحيح نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما هو هذا اليوم هذا اليوم هو عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطايف بعد وفاة سيدة خديجة رضي الله عنها والتي كانت تساعده وتخفف عنه الآلام التي يتعرض لها خارج البيت وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يؤذى من كل ففكر في نقل الدعوة خارج مكة فتوجه إلى الطايف فذهب إلى أبناء عبدو ياليل وهم زعماء الطايف زعماء قبيل ثقيف فأعرض عليهم الإسلام أو الحماية فرفضوا ولم يكتفوا بذلك بل إنهم طردوه من الطايف ولم يكتفوا بذلك بل إنهم طلبوا من سفهائهم أن يرموه بالحجارة حتى أدموا قدمه قدميه الشريفتين وكان زيد مولاه زيد ابن حارثة فكان يحاول يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الطايف لم يجد فيها ملاذا آمنا مكة يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها المكة لن يتركوه يعود إليها ولذلك لم يستطع العودة إلى مكة إلا تحت حماية المطعم بن عادي هذه الظروف وهذه الخواطر كلها مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم فالتجأ إلى الله اللهم إليك يشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستطعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي وضب فلا أبالي ولكن عافيتك أرجو أعوذ بنور وجيك الذي أشرقت له السماوات والأرض من أن يحل به وضبك إلى آخر الحديث الدعاء وهو دعاء الكرب الله تبارك وتعالى أرسل ملك الجبال يعني شوفوا يعني الإنسان إذا ضب خاصة بهذه الحالة يريد أن ينتقب ولذلك نجد نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا شوفوا بالله شوفوا ولا يلدوا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مفضله الله تبارك وتعالى على أولي العزم من الرسل وعلى كل الأنبياء سائل البشر نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه ملك وهذا الملك أمره الله تبارك وتعالى والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم بأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمره يعني الملك يأتمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء الملك طبعا هو جبريل عليه وسلم قال يعني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبي يعني الأخشبان هم طبعا جبال ولو كان إنسان عادي يقول نعم يعني هؤلاء ليس فيهم يعني خير أنا جلست أكثر من عشر سنوات أن يدعوهم فلم يستجبوا فآذوا والني والآن وجدت فرصة أن تقيمهم فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا يا الله يعني أنظروا إلى هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقوده الغضب إلى الأنتقام لأن الغضب دائما يحاول الإنسان أن يعني يطفئ ضضبه بأذية الشخص الذي يضب عليه إذن هذا موقف هناك مواقف كثيرة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم حاربته قريش قتلت أصحابه صادرت ممتلك منعتهم من حريتهم الشخصية من معارسة شعائرهم الدنيا لا يكرهها في الدين ولم تكتفي طردتهم من مكة وطاردتهم ولم تكتفي بذلك بل إنها ذهبت إليهم في المدينة وحاربتهم هنا فيأتي أو تأتي أن فرصة الذي لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا عاديا أو زعيما عاديا تضلب وانتصر على أهل مكة في فتح مكة فأهل مكة كانوا يترقبون منه الأنتقام لأنهم ارتكبوا في حقه جرائم لا تغطفر طردوه وحاولوا قتله أكثر من مرة وطلبوا من يهود المدينة أن يقتلوه وطلبوا من المنافقين أن يقتلوه وجهزوا الجيش الجيوش الواحد للآخر من أجل القضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة الانتصار الذي جاء يعني المنتصرين يأتي الواحد رافع رأسه يعني وخلاص ينسى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفتح مكة جاء ورأسه متعطئ يعني يشكر الله تبارك وتعالى لأن هذا الأمر يرجعه إلى صاحب الشأن صاحب الأمر وهو الله تبارك وتعالى فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء كما قال يوسف عليه السلام لأخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله إذن هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه المواقف وهناك يعني أشخاص حاولوا قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا أليس كذلك يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هناك رجل من الصحابة الصحابة دائما حريصين على ما ينفعهم في دنياهم وأخرهم وعلى ما ينفع يعني الأمة من بعدهم يعني تخيلوا أن الصحابة لو لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يحفظوا ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعله وما يقره ماذا يكون حالنا إذن فماذا نقول رضي الله عنهم وأرضاهم واجزاهم الله عنه وعن الإسلام خير الجزاء جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصيني طبعا بالنسبة للوصايا معروفة يعني الأشياء التي يريد الإنسان أن يلتزم بها ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا في آية القراءة حسنا وكذلك وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ذو العلماء يقول قضى يعني حاكم ووصى لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذن الوصية يعني أمر مؤكد قال الرسول صلى الله عليه وسلم له لا توضب فرددها عليه مرارا وذلك للتأكيد الأمر الغضب الآن حتى لو نظرنا إلى الغضب من ناحية صحية صحة الإنسان فماذا يترتب عليه يعني لو مثلا بحثنا أو سألنا أحد المتخصصين فالغضب حقيقة أحيانا قد يضب الإنسان ويؤدي به إلى سكته قلبي يموت نهائيا الغضب يعني حتى أن هذه الحالة النفسية الإسلام يعني التعامل معها واقعيا فأحيانا الإنسان الذي يصل إلى درجة من الغضب تكون أصحابه يعني أعماله ليست محسوبة عليه لأنه لا يميز لأن الإنسان يصل إلى درجة حتى أنه لا يميز ماذا يقول وماذا يفعل لأن الغضب يتضير من الداخل إلى الخارج يعني آثار الغضب تبدأ من الداخل حرقة ألهم تشنج ثم تظهر على السلوك هذا السلوك أحيانا قد يكون مدمر الغضب أحيانا قد يؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل الغضب أحيانا يعني لا يقتل الإنسان حقيقة وهو يضحك الغضب أحيانا قد يؤدي إلى تدمير أسرة وفي تدمير الأسرة تدمير المجتمع لأن نواة المجتمع هي الأسرة فإذا صالحة الأسرة وكانت الأسرة متماسكة صالحة المجتمع وإذا فسدت الأسرة أثر ذلك في المجتمع ولذلك ذكرت سابقا أن ينبضي الإنسان أن يعرف الهدف لماذا أغضب وماذا يترتب على هذا التصرف هل هذا ما يترتب على التصرف هل يساوي يعني الغضب يعني ممكن أن يشتم يدمر الصلاة الاجتماعية يرفع الضب أحيانا كما ذكرت قد يكون مميتا وبالتالي ينبضي للإنسان أن يبتعد عن الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قال له أو في صيني قال لا تغضب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقضية مهمة جدا وهي أن القوة والشدة ليست في قوة العضلات وإنما هي في ضبط أنفعالات الإنسان ليقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب إذن يعني القوي الشخص القوي حقيقة هو الشخص الذي يملك نفسه عند الغضب كذلك أيضا هنا قضية مهمة جدا ينبضي مراعاة المرحلة العمرية المثيرة للغضب يعني أنت إذا ضبت على الطفل ينبضي أن تتذكر أن هذا طفل يعني الطفل أحيانا لا يستوعب الأمور كما ينبضي أن تكون وبالتالي ينبضي أن تتكون في ذهنك هذا الأمر وعندنا نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم نماذج كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك أنس بن مالك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجر أتت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا الغلام يخدمك يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يعني تلقب بأشرف الألقاب أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه من خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوات والنفحات التي يتعرض لها فالرسول صلى الله وسلم دعاله بأن يكثر الله تبارك وتعالى ماله وولده وأن يطيل عمره وقد حدث ذلك إذن أنس بن مالك كان يخدم الرسول السلام أرسله الرسول السلام هو طفل وطبعا لما خرج يعني يقول أنس كنت أنوي فعلا أن أذهب إلى المكان الذي أرسلني له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هناك أطفال يلعبون فأردت أن يعني ألعب معهم ثم بعد ذلك أذهب فالرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عليه أحيانا يكون الشخص يعني يرسل شخص فيه مهمة معينة ومرتبطة بضرفية معينة فالتأخير قد يؤثر قد يكون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ضيف يريد أن يكريمه فأرسل أنس في مهمة قد يكون كذا الأطفال لا يقدرون مثل هذه الأمور فلما تأخر على الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عنه وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف المكان الذي سيجده فيه مع الأطفال مع الأطفال لأن هذه ليست أول مرة ولذلك أنس يقول بأن خادمة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعني يسبني ولم يشتمني ولم يقول لي لماذا لم تفعل كذا فيقول وهو يعني يلعب مع الأطفال تفاجأ بأن رسول صلى الله عليه وسلم يمسك ثوبه من الخلف أو قبض على قفايا يقول قال فنظرت إليه فإذا هو يضحك سبحان الله يعني لو مثلا واحد منا فعل له ابن هذا الأمر أو خادم هذا الفعل وهو ذهب يبحث عنه لأنه تأخر عليه هل يقابله بالضحك والأبتسام عندما قابله بالضحك والأبتسام ماذا يتوقع أنس هل يتوقع ضرب هل يتوقع شتم هل يتوقع سب لكنك عندما تقابله شخصا وأنت مكفهر الوجه وهو ارتكب خطأ في حقك وهو يخاف ممكن يرتعد يا أنس أذهبت حيث أمرتك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أنس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا ذاهب أنا ذاهب حقيقة هذا السلوك وهذا التصرف أليس مدرسة يقول الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية بعدة أمه أول شيء عدم الاهتمام أصلا بالتأخير التضاضي الأمر الآخر هو التبسم يعني الإنسان عندما تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد أمين شرك ولذلك ديننا دين السلام ودين الإسلام أيضا عندما تتبسم في وجه شخصي فقد يعني أمين شرك فما يمكن أن تتبسم في وجهه وتضربه نعم كذلك أيضا هذه أيضا قضية مهمة جدا أنس حوله أصحاب وأحيانا نرتكب أخطاء في حق أبنائنا يكون الولد ارتكب خطعا ومعه زملائه فنأتي إليه مع زملائه ونوبخه ونهينه أمام زملائه هل هذا الموقف يقبل؟ هذا الموقف يعني يصلح لأن نفعله مع أبنائنا لأنه سيكون فيه تحطيم له لأنه تحطم أمام زملائه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهنه ولم يوبخه بل تبسم في وجهه كذلك أيضا التدليل لاستجلاب شعور المحبة وطرد شبح الخوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه خاطبه بكلام فيه تدليل يا أونيس وهذا يشعر يشعر للأنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدلله وهنا قضية أيضا مهمة جدا يعني أحيانا إذا كلفنا شخص بقضية وتأخر فيها تسحى منه فهذا لا يصلح فهذا قد يؤثر لا ما هو قد للتحقيق هنا هنا قد للتحقيق يؤثر عليه جدا يعني كأنك تقول له أنت لست مؤهل أو لست لك أهلية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هل أخذ أحد من الأطفال الآخرين الذين يتمنون أن يطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم طلب بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كلفه ب المهمة مرة أخرى فقال له اذهب فهذا حقيقة هذا الحديث وظيره من الأحاديث فيه دروس كثيرة جدا إذن التوافل أحيانا قد يكون مهم جدا عن الأخطاء يعني الذي تقع من الآخرين ضدك التبسم والتبسم صدق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدق كذلك أيضا عدم الإهانة والتوبيخ لمن أخطع في حقك إشعاره إشعار يعني المخطئ في حقك أن العمل ليس بذاك ثم إعادة التكليف جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وإلى الملتقى في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة